وسط هذه الفرحة عايز اقول الاتحاد كرة القدم يجب ان يكون لكم دور خلال هذه الفترة في هذه الفرحة اللي النادي الاهلي عملها في مصر كلها لازم حضراتكم توقفوا مع النادي الاهلي النادي النهاردة الاهلي كسبان المركز الثالث في كاس العالم للاندية وعندنا مطش يوم الاثنين ارحموا النادي الاهلي وخلوا يوم الثلاث ارحموا جمهور النادي الاهلي من هذه الضغط النفسي الكبير اللي بتعمل سواء للجمهور للجهاز الفني لللاعبين خلي الناس تفرح شوية وتتبسط شوية كل ده عشان خاطر منتخب مصر تخيل حضرتك وانا بقوله من الممكن جدا لقدر الله لقدر الله تحصل اي اصابة عضلية لأي لاعب من لاعب النادي الاهلي من فضل حضراتكم الاصابة العضلية دي مش هتأثر على النادي الاهلي النادي الاهلي عنده مخزون كبير ولكن تخيل حضرتك لو اتنين تلاتة من اللاعبين اللي في النادي الاهلي جاء لهم اصابات عضلية واللي موجودين مع منتخب مصر او اللي انضموا لمنتخب مصر هتأمل ايه من فضل حضراتكم اجلوا هذه المباراة لمدة 24 ساعة اجلوا المباراة بتاعة سيراميكا 24 ساعة محدش هيبقى عنده مشكلة في هذا الامر انا عارف ان انا بطلع برا الموضوع ولكن احنا دايما كده بنفرح وبنتبسط وكل حاجة ولكن في النهاية بندور على اللي احنا نكسب البطولة اللي بعد كده عايزين نكسب هذه البطولة من فضل حضراتكم رياحوا النادي الاهلي من فضل حضراتكم خلي بالكم النادي الاهلي هو ممثل مصر في كاس العالم للاندية ما تجبرهوش ان هو يلعب يوم الاثنين ما تجبرهوش ان هو يلعب قبل 24 ساعة ثلاث ساعات من السعودية للامارات ثم بركب طيارة وبنزل من طيارة وبروح للأوتوبيس وبنزل من الأوتوبيس وبروح للتمرين وبروح للأوتيل وبطلع قطي وبغير الهدوب وبقى كل حاجة يجب ان يكون هناك قرار في هذا الامر قبل يوم الاثنين لازم المطش ده يتأجل بكل الطرق ترجمة نانسي قنقر